السلام عليكم كديرين لابس عليكم تتمنى تكونوا بألف صحة وعافية اليوم اجبت لكم هاد الفطائر الرائعة اللي على شكل بروات وعلى شكل مليويات صغار اللي كاجوا صراحة مقرمشين ما نقول لكم شؤولادين بزاف بحشوات البسطيلة ديال الدجاج كنتمنى انكم تجربوهم وانهم يعجبوكم ما تنساوا تشاركوا في القناة ودعموني باللايك وبالبرتاج مع الاهل والأحباب والأصدقاء وشكرا على المتابعة ديالكم مرحبا بكم في يوميات الليلة مراكش كان اكد انهم بسيمنات وبروات اللي رائعين جدا مقرمشين اذا مقرمشين والدادين ومرحبا بكم دائما في الوصفات الرمضانية المميزة بالنسبة المقادير اللي غادي نحتاجها اولا بالنسبة العجين فهو عجين لي واجد سهل عندي كيمية من الدقيق الابيض تقريبا انا عندي نايا واحد خمسمية حتى ستمية دقائق ديال دقيقة الفورس والملح والماء اذا وكندي روم كيبدو كيتع جنو كنزيد الماء بشوية بشوية حكي كيتجمع لي العجين ديالي وكيتدلك منزيان اللي ما عنديش بطبيعة الحال للجنراء غادي عجنوب اليد اذا احتيبا لكم الشكل ديال هو هذا ما كيكونش راخو ما كيكونش قصح متوسط وكننديرو بحلكة كنشكلو بعد ما تعجليه مزيان كندهن واحد الانية بالزيت وكنشكلو منو كورات كنديرو منو هكربع ديال الكويرات وكندهنهم بالزيت النباتية وكندهنهم بالبلاستيك الغذائي وكنخليهم ارتاحوا تنأكد ان هاد العجين دائما كيجي رائع الى ارتاح بزاف كيجينا سهل في الخدمة ديالو وكيجي ناجح مئة في المئة اذا منسبة للحشوة كناخد الكوكوت ديالي كندير فيها كيمية من الزيت اذا الزيت دي ما تكون شوية بزايد هنا يا وقدرت فيها واحد الربعات ديال البصلات اللي هما مش لضاهم متوسطين في الحجم ربعات ديال البصلات متوسطين في الحجم اذا المقادير ديال هاد الوصفة غدي تلقوها في صندوق الوصفة وعندي دارت اضفت الملح وغادي نضافنا التوابي اللي هي البزار الفلفل الاسود البزار دائما عندكم ميزانكم انا تقربنا هنا ارادرت واحد المعلقة صغيرة ديال البزار ملحقة صغيرة ديال سكينجبير ملحقة صغيرة من الزنجبيل ملحقة صغيرة من الخرقوم البلدي ملحقة صغيرة من الكوركم ملحقة صغيرة من الزنجبيل ملحقة صغيرة ملحقة صغيرة وصدر هادي كانت عندي دجاجة لي متوسطة في الحجم ما كدش كبيرة بزاف نحيت لهم زعت لهم الجلد ديالها وضرتها وضفت واحد تلاتة ديال العويدات ديال القرفة هكدا وهاد الماء هو اللي غدي يطفيه هادك الدجاج عندي كاس ديال الماء قد تفيل قليل ديال الزعفران شعراء اللي ما تواج عنده الزعفران شعراء بطبيعة الحالي يدير الضمة ديال البناء ديال الزعفران قدي يزوينا اخلطهم هكدا ودفت واحد تقريبا ملعقة صغيرة ديال السمن اللي هي معه مراش ملعقة صغيرة ديال السمن البلدي ديال اوضفت هنا يا زيت شوية ديال الزيت انا اخلط ما بين الزيت النباتية وزيت زيت زيتون طيب يمكن لكم ديروا الزيت النباتية اللي بتوها بوحدكم بوحدها ديال الكيميالية وفيرة ديال الزيت كترت شوية الزيت وستيت عليه وخلطه حطي طيب ديال من بعد ما طابلية جات حيته وخليت هذيك المريقة باش تعقد ليم زيان مهم انها تعقد فهذه الزيت هذي ضفت واحد جوج معلقات ديال القزبور مع دينوز مقردين وواحد شوية ديال القرفة تقريبا ملعقة صغيرة من القرفة وواحد ثلاثة ديال معلق ديال السكر سانيدة ادن اخلطهم اخليتهم باش يبدو يعقدو ليم زيان ويتشحروا ادن حيت هذيك القريفات العواد وخليتهم تشحروا مزيان تسعقد ليه ويبقى ليه غير زيت لي كايبان ادن هنا من بعد كان عندي واحد الكأس كبير ديال اللوز من بعد ما سلقتو فسختو وقليتو ادن هنا هرمشتو ضفت ليه القرفة اسقار ادن الكأس ديال اللوز فاوا كافي ادن احنا غاد نديرو بيهم غير بريوات ومسيمنات مليويات ادن كف ما قلت لكم سلقتو ونقيتو وقليتو فزيت ادن هنا في اخر مرحلة غاد نضيف جوج مع القضية المظهر ادن حركتو واخليتو كيتشربو مزيان كيف ما قلت لكم احتى بدك يبالي الزيت وضفت هذيك الجاج ديالي اللي انا فرتته اللي فرتته مزيان باش يتشرب هذيك التعليكة دياليك البصيلة وهنايا درتو فهاد الانية باش يستقطر ليه مزيان لاناني غاد نحطها فيها دياليك الزيت غاد نبغيها دان كف ما قلت لكم درتوه تستقطر وخليت لان تبقى في الزيت ادن تبدأ تيباليه في الزيت عطفت عليه ودرتوه تستقطر لاناني غاد نبغيها دياليك الزيت لستقطر فيها ادن فوق سطح العمل غاد نبدأ بنقد الحشوة مع الجينة ديالي كان ناخد كورا وكنسرحها كان دهن الاول دائما بزيت نباتية ادن كيف ما كتشوفو سهلة في التسرح انا هنه يرا مسرعش للطوير سهلة شوف كيف كتسرح مزيان كتجي سليسة في اليد ادن بعد ما سرحتها مزيان حتى ولك يبالينا صالح العمل كندير شوية ديال الزبدة وندرت هنا شوية ديالنشا ادن هاد الكورات هادو اللي عندي انا ربعة جوج غادي ندير بيهم المليويات وجوج غادي ندير بيهم البريوات هاد العجينة هادي غادي ندير بيها المليويات فهي درت فيها النشا من الوسط ما يزينا الاخرين ما غاديش ندير فيهم النشا ادن طويتها على الشكل هكدا عادي ادن دائما كان فرق بالنشا كان ندير الزبدة كان نورق بالزبدة وكان ندير الميزينة هادي ما غاديش ندير فيها النشا ادن هادي غادي نديرها البريوات غادي نورق فقط بالزبدة انشاء الله كيف ما وريدكم وغادي نطويها على شكل مربع على شكل ضرف كذلك وغادي نخليها باش ترتاح ليا ادن هادي اللولة اللي سرحت ديالنشا كان نشدها بحلقة كنسرحها وكان عاود ندير فيها الزبدة ادن هادو ما كشفوه كنسرح كندير الزبدة يجب أن يكونوا على شكل مليويات يجب أن يصدقوني مزاف و مقرمليين و مقرمشين و نبدأ أن نقطع بالموز و أعطوني واحد الكيميالي هي وفيرة جدا أعطوني كيميالي هي مزيانة و نديرهم التماء يبدأوا يرتاحوا على ما نعود رجع لهم و نعمرهم إذا هذي المسيمنة الثانية الثاني اللي مفيش إنشاء قطعتوها على شكل طولي اللي أنا غنبغيه يكون على شكل بريوات إذا بعد ما نقطعهم نعود نسرحهم و نعرضهم على طولية بريوات اللي هما كبارين و ندير كمية من الحشو هنا و ندير شوية ذيال ذاك الخالص ذيال اللوز اللي مع القرفة و السكار سقيل و السكار غلاسي و نبدأ نلويهم على شكل ضرف على شكل متلات بريوات و ندير شكل هذا سوف نبدأ نلوي إذا ننطق الطعوم هذو أعود نسرحهم إذا بعد ما نرتحوا لي هذو كل المليويات سرحتهم مزيان و درت كيمية هنا يا من الحشوة و درت كذلك الكيمية ديال واحد المعلقة الصغيرة ديال اللوز و بقيت كنجمعهم هكذا عادي كنجمعها دوك الجنبات كيف ما كتشوفوا هكذا كيف ما كتشوفوا دهنت بهذاك الزيت اللي أنا استقترته من الحشوة ديالي باش كي يجيو زوينين و لدادين أكتر درتهم في الفورن في الطبقة الثانية عند ديال الفران أنا في خمسة إذا نترتهم في التحت شعلها من الفوق و من التحت للدرجة ديال 250 و من بعد كنرد الحرارة نقصة شوية على 250 تان 200 إذا نترتهم في الوقت و من بعد كنرد المليويات ندر فيهم كمية دفعة واحدة إذا نصرحهم كام باش كتجيكم الخدمة كلها سهلة نصرحوا كلهم مرة وحدة ديروا كمية من الحشوة وكتديروا شوية ديال اللوز واحدة الملعقة اللي هي صغيرة وكتجمعوهم وكتديروهم في الطاوة اللي مدهونة بالزبدة أو اللي يمكن لكم ديروا ورق الزبدة اللي يتوفر عندو و بسطوهم شوية و تقبوهم كما قلت لكم واحدة الربعة و الخمسة ديال تقيبات بالكيردان ودهنوهم بهذاك الزيت اللي استقترناه من الحشوة إذا هاو ما هناك كيف ما كتشوفو كيتنفخو كي يجيو زوينين مقرملين مقرمشين إذا هنية فاشكي بلناك كنعاودون دهنوهم شوية باش يكتاموا لولينا النطج ديالهم إذا هكذا كنعاودوا إذا هنية يقربوا يطيبوا إذا الشكل النهائي ديالهم وهذاك كي يجيو الزيتين بزاف بزاف ما نقول لكم شو صراحة عليهم كنتمنى أنكم تجربوهم وأنهم يعجبوكم ما تساوش تركوا في القناة ودعموني باللايك وبالبرتاج مع الأهل الأحباب والأصدقاء البريوات كيف ما كتشوفو لدادين حتى هو موزوينين ومقرملين مقرمشين بزاف طرحة عجيل يوا سحري وحشوة ليه ألد مرحبا بكم في يومية ليلة مراكش وشكرا على المتابعة ديالكم ورمضان مبارك سعيد